لو انت يوتيوبر ولسه مبتدئ او لسه في بداية مشوارك بتحتاج وقت طويل جدا عشان تعمل ايديتنج الفيديوهاتك وبتحتاج ادوات كتيرة تساعدك عشان توفر وقت وتقدر ان انت تعمل الحاجة بشكل اسرع فيديو النهاردة هتكلم عن 10 اضافات للجوجل كروم اكستنشن اي يوتيوبر بيحتاجهم وهيوفروا معاه وقت كبير جدا وخليك معنا لاخر الفيديو لان فعلا الاضافات رائعة وحتفيدك بشكل كبير هناخد انترو سريع وندخل على الفيديو على طول مبدايا لو دي اول مرة تشوف قناة Time Saving تقدر تشترك معنا لو حبيت وتضغط على زرار السبسكرايب اللون الاحمر وتفعل زر الجرس عشان يصلك جديد الفيديوهات طيب اول اضافة معنا اسمها Voice Note طبعا كل الاضافات دي هيكون لينكها موجود في الوصفة اسفل الفيديو بمجرد ما هتضغط على الاضافة هياخدك على صفحة زي دي بتضغط على الاضافة وتقول Add to Chrome بتضاف عندك وتبقى موجودة في Tool Bar اللي موجود فوق هنا تمام فدي اول اضافة اللي هي Voice Note بنضغط عليها بتفتح لك الصفحة اللي احنا شايفينها دي في بعض الاعدادات البسيطة اللي هتعملها انت بس بتفعل بتقبل ان المايك يشتغل لازم يكون عندك مايك الميزة في Voice Note ان انت بتتكلم باي لغة سواء عربي او انجليزي وبعد كده هو بيكتب اللي انت بتقوله وبشكل دقيق مزاي ما احنا بنشوفها على الكوجل هنجرب كده مع بعض هنضغط هنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم في قناة وفر وقتك النهاردة هنتكلم على اسهل طريقة توفر بها وقت بشكل كبير باستخدام اضافات الجوجل كروم زي ما احنا شايفين الاضافة كتبت كل حاجة تقريبا قلناها تقدر تعمل سيفنج للكلام ده ولو انت عندك مدونة او عندك حاجة خاصة بيك عايز تكتب عليها وعايز توفر وقت فانت تستخدم الاضافة دي هتوفر معك وقت كبير والميزة ان الاضافة دي مجانية الاضافة رقم اتنين لو انت عندك اللي هي اسمها Page Marker لو انت عندك شرح معين بتشرحه للناس تقدر انت تاخد الماركر ده تنزل الاضافة وبعد كده تعلم مثلا على على حاجة معينة تقول لهم والله الفيديو ده في معلومات قيمة ممكن تدخل هنا على اللينك ده بعض الماركينج اللي بتعمله على الشاشة وطبعا تقدر تتحكم في اللون من هنا وتقدر تمسح اللي انت عملته من هنا يعني الموضوع بسيط وسهل وتقدر كمان تعمل سيفنج اللي انت علمت عليه لو انت عندك هتحط الكلام ده على موقعك او هتحطه في السوشيال ميديا فتقدر ان انت تحط الكلام ده وتعمله سيف تنزله من هنا وتتصيف معاك الصفحة بالكامل الاضافة رقم 3 معانا هنفترض ان انت كل ما بتفتح الجوجل كروم بتحتاج ان انت تفتح التابس دي وتخليها عندك سابتة فكل مرة هتدخل على كل موقع وبعد كده تفتحه طيب الموضوع ده يتحل ازاي ان انت التابس دي كلها تتفتح معاك مرة واحدة او تكون جاهزة ان انت تقدر تسيفها كلها مع بعض بتضغط بتنزل الاضافة اللي اسمها اسمها one tab الاضافة دي بعد ما بتنزلها طبعا لينكها هيكون موجود في الوصف اسفل الفيديو لما بتضغط عليها كده بيجمع لك كل الصفحات اللي انت كنت تفتحها في مكان واحد يعني هي دلوقتي موجودة قدامك هنا بتقدر تضغط على more وبعدين name this tab group بتقول ان اسمه تكتب اسم هنا معين تقول مثلا ايه للموقع مثلا ايه حاجة انت عايز تفتكر بيها التاب ده عبارة عن ايه وبعد كده لما تيجي خلاص انت كده سيفته بعد كده لما تيجي تاني تفتح وتضغط على التاب ده الone tab تقدر تضغط على الموقع وبالتالي تضغط على restore all يرجع لك كل التاب اللي انت كنت تفتحها مرة واحدة بدل ما كل مرة تدخل تفتح صفحة صفحة او موقع موقع زي ما احنا شايفين كده طبعا بتوفر معاك وقت كبير جدا لان انت في الغالب لما بتدخل بتفتح اربع او خمس صفحات مع بعض في نفس الوقت دول اللي هتشتغل عليهم وتبدأ تتنقل ما بينهم الاضافة رقم اربعة اسمها وات فونت لو انت شفت فونت في اي موقع او في مكان وشفت الفونت ده وعايز تعرف الفونت ده نوع ايه عشان تستخدمه في الموقع بتاعك او تستخدمه مثلا في الورد او في الاكسل او في اي مكان انت بتشتغل فيه طب انا عايز اعرف نوع الفونت ده ايه لما بنزل الاضافة واضغط على وات فونت تمام لما بتوقف هنا بيقولك اسم الفونت زي ما احنا شايفين بتوقف هنا بيقولك اسم الفونت ايه بتوقف هنا نفس الكلام تمام فبتقدر منها تعرف نوع الفونت اللي انت شايفه قدامك خلونا نجرب ونشوف حاجة تانية عشان لو قفنا هنا نضغط تاني على الاضافة لما بتوقف هنا بيسميلك الفونت زي ما احنا شايفين تقدر تدور على الفونت ده وتوصل للفونت اللي انت عايزه طبعا موضوع كان صعب جدا انت تعرف نوع الفونت من شكله فقط فدلوقتي تقدر بسهولة جدا توصله عن طريق الاضافة دي الاضافة رقم 5 والاضافة رقم 6 الاضافة رقم 5 اللي هي تيوب بادي من الاضافات القوية جدا اللي هتوفر معك وقت كبير جدا في عمل التاجزي في الفيديو بتاعك وحتساعدك كتير ان انت ترانك الفيديو بتاعك ويوصل فعلا للصفحات الاولى اسمها تيوب بادي لو وقفنا على اي فيديو من الفيديوهات كده هنلاقي الفيديوهات اللي جايبة فيوهات عالية عاملة رانك عالي قوي على التيوب بادي هي اضافة انت بتضيفها مجاني طبعا فيها جزء مدفوع لكن الفكرة ان الاضافة بتساعدك ان انت تحط تاجز خاصة بالفيديو بتديك افكار عن التاج بتساعدك في تمبلت خاص بيك في الاند سكرين وحاجات كتيرة جدا طبعا دي ماقدرش اشرح كل الامكانيات بتاعتها في فيديو واحد لكن هوريك ان انت بمجرد ان تفتح فيديو خاص بالقناة بتاعتك او فيديو من اي قناة بيديك احصائيات كتير جدا عن الفيديو زي ما احنا شايفين طبعا الاضافتين مع بعض كل واحدة فيهم بتضيف شيء نفسك تطور من نفسك كل واحدة فيهم بتضيف شيء بس لما هنشوف هنا هنلاقي معظم الفيديوهات اللي جايبة فيوهات عالية بيكون الرقم ده عالي وباللون الاخضر طبعا ده لما تستخدم الاضافة هتقدر تعرف الموضوع ده بيشتغل ازاي وازاي تضيف التاج طبعا الرقم ده بيعبر عن السي يعني التاج اللي محتوطة في القناة ومنها من الاضافة بيديك نسبة بيقولك عدد المشاهدات بالنسبة للفيديو ده نسبته كام من كل دولة طبعا الكلام ده كله موجود داخل القناة لكن الفكرة انه هو موجود هنا برا تقدر تشوفه في اي وقت على اي فيديو انت عايزه زائد طبعا بيقولك عدد المشتركين اللي هم شافوا الفيديو ومن ده تقدر تعرف انت شغال صح ولا عدد المشتركين اللي عندك مش متفاعلين طبعا فيه احصائيات كتيرة بتشوفها هنا ولو استخدمت الاضافة هتعرف ايه المميزات اللي فيها لما ندخل مثلا على ايدة الفيديو هتبدأ تشوف ارقام باللون الازرق اللي احنا شايفينها قدامنا دي وارقام باللون الاخضر طبعا الارقام اللي بنقول الاخضر معناها ان لو حد بحث على اليوتيوب بيظهر له بالاسم ده بيظهر له الفيديو بتاعك او الفيديو بسبب ان الاسم ده اسم مختلف او خاص بالفيديو بتاعك بس طبعا ده بيساعدك كتير جدا ان انت تقدر ترانك الفيديو بتاعك وتطلعه ان هو يظهر في الصفحات الاولى طبعا الكلام ده مش سهل بدون الاضافات دي وبالتالي الاضافات دي تيوب بادي اللي هي دي وفيد اي كيو الاضافتين دول لازم تنزلهم فورا وتشتغل بهم وهيكون فيه شرح ليهم بالتفصيل ازاي تستخدمهم لكن دول بيساعدوك جدا في السيو وطبعا بيديك من هنا المقترحات بيقترح لك مجموعة من التاجز اللي تقدر تحطها حتى بيقترح لك مجموعة من الكلمات اللي تحطها في وصف الفيديو طبعا ده في وصف الفيديو كمان في التايتل يعني العنوان بتاع الفيديو فطبعا ده بيساعدك كتير جدا انت تقدر ترانك الفيديو بتاعك بشكل سحل وتوصلوا انه هو يبقى في الصفحات الاولى وطبعا ده كده بالنسبة لاضافة رقم خمسة اللي هي تيوب بادي والاضافة رقم ستة اللي هي فيد اي كيو طبعا بتسجل فيهم بس بايميلك عادي وبعد كده بيتفعلوا وبيشتغلوا معاك على القناة ولو انتوا حابين يتعمل فيديو منفصل لهم هانا بعمل لهم فيديو ان شاء الله على القناة هكتبوا لي في التعليقات وعمل لهم فيديو في القناة عشان اشرح لك كل تفاصيل الفيديو اي كيو والتيوب بادي الاضافة رقم سبعة خاصة بان انت بالفيسبوك الاضافة دي في منها مجاني وفي مدفوع المجاني بيديك فرصة ان انت تشتغل عليها في يعني لوقت محدد انا مش عارف بالزبط ادي ايه لكن هي شغالة معايا لحد دلوقتي بالاضافة المجانية الغير مدفوعة يعني الاضافة دي بتساعدك بشكل كبير جدا ان انت تتحكم في الفيسبوك بتاعك تقبل كل الاصدقاء الفريند ريكوست مرة واحدة تقدر تشير على الجروبات بدون حظر بمرة واحدة بطريقة بكليكة واحدة تقدر تشوف صفحات معينة الجمهور اللي موجودة على صفحات معينة والناس اللي موجودة عليها حاجات كتيرة جدا الاضافة دي هسيب شرح كامل لها عامل فيديو قبل كده على الاضافة دي بتفصيل ازاي تعمل شيرينج على كل الجروبات بكليكة واحدة وشارح بعض امكانيات الاضافة دي هتلاقوا لينك الفيديو ده موجود في الوصف اسفل الفيديو وهيطلع كمان عندنا في البوباب فوق الفيديو ده عشان لو انت عايز تشوف الاضافة وكل امكانياتها لان هي فعلا اضافة قوية جدا وهتساعدك ان انت توفر وقت بشكل كبير جدا الاضافة رقم تمانية هي اضافة غريبة جدا ويريد تفهمه قصدي ايه في الاضافة دي لان فعلا هي بتعمل حاجة زي الماجيك زي السحر كده الاضافة دي انت بتنزلها وبعدين تحط تعمل اكاونت على الاضافة دي وبعد كده اي باسورد خاصة بيك تقدر تبعثها لحد تاني هو انت محتاج مثلا ان هو يساعدك في ادارة القناة او في الموقع بتاعك وهو ينزل الاضافة عنده ويقدر يفتح الموقع بتاعك بالباسورد دي بس هو مش هيشوف الباسورد طبعا موضوع يعني غريب شوية لكن فعلا ده موضوع حاجة تعتبر سحر ان انت بتدي باسورد لحد يفتح الموقع بتاعك وهو ما يقدرش يشوف الباسورد يعني ما يعرفش الباسورد ايه لكن هي مشفرة بشكل معين فطبعا ده بيساعدك كتير ان انت تقدر تدير مجموعة كبيرة من الحاجات الخاصة بيك بدون ما تبقى الان على ان الباسورد بتاعت الموقع بتاعتك اتش عيارت او موجودة مع ناس تانية الباسورد ده تبقى موجودة فقط للي انت سمح له يقدر يدخل عن طريق الاضافة الاضافة رقم 9 ازاي تعمل ريكورد للسكريم بتاعتك حتى لو عندك كاميرا تقدر تشغل الكاميرا اللي هي الامامية للكمبيوتر بتاعك وتقدر تعمل ريكورد مجانا وبهد الاضافة اسمها HYFY لما بتضغط عليها الاول مرة بيطلب منك ان انت تسجل بعد كده بتضغط على Start Recording طبعا تقدر ان انت تعمل كمان الفيس او السكريم اونلي او فيس اونلي حتى لو عايز تشغل الكاميرا بتاعتك بس فانت هتضغط على سكريم اونلي وبعدين تضغط على Start Recording وبعد كده بيبدأ ان هو يسجل كل اللي بيحصل في الشاشة كأنه برنامج تسجيل للشاشة لو احتاجت الموضوع ده او انت مثلا ما عندكش مش موجود معاك الكمبيوتر بتاعك او البرنامج اللي بيعمل الموضوع ده هيساعدك كتير ان انت تقدر تعمل الموضوع ده بشكل سهل لكن العيب الوحيد ان انت اقصى مدة للفيديو 10 دقائق بعد كده لازم تقف وبعد كده تسجل تاني طبعا موضوع مفيد لكن لو محتاج ان انت تبقى بتشتغل Unlimited محتاج ان انت تعمل upgrade وتدفع عشان تدخل تعمل الموضوع ده بوقت غير محدد الاضافة رقم 10 اضافة رائعة جدا وطبعا كل الناس بتبقى عايزة تستخدمها اللي هي emoji keyboard لما بتضغط عليها بعد ما بتضيف الاضافة تقدر تحط ال emojis اللي انت عايزها داخل الفيديو بتاعك او داخل اي نص او حتى على الفيسبوك طبعا انت الكلام ده ما بيبقاش موجود عندك على الكيبورد العادية لكن تقدر تضيف زي ما انت عايز هنا يعني مثلا تقدر تضغط على ال emoji هنا واي شكل انت هتختاره هيتعمل له copy هنا وبعد كده تقف هنا وتعمل ctrl v paste بيضيف لك ال emoji طبعا هي اضافة سهلة وبسيطة لكن في كتير جدا من الناس بيسألون انت ازاي بتحط emojis على الوصف بتاعك في الفيديوهات زي كده طبعا هي دي الطريقة عن طريق الاضافة دي وده كان شرح العشر اضافات شرح مبسط لو انت عايز سلسلة اضافات الجوجل كروم اللي بتوفر وقتك وتساعدك بشكل كبير جدا انت تنجز مهامك اسرع حسيب لنك سلسلة الفيديوهات دي في الوصف اسفل الفيديو وهتطلع كمان عندك في ال end screen عشان تشوف الاضافات دي فعلا بالتفصيل وتعرف الشروحات ليها وازاي تستخدمها شكرا لبتابعتكم الفيديو واشوفكم على خير ان شاء الله فيديو جديد مع time saving والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة